استأنفت شركة الخطوط الملكية المغربية أمس رحلاتها الجوية بين الرباط والعيون بمعدل رحلتين في الأسبوع ذهابا وإيابا يومي الأربعة والجمعة فبعد رحلة استغرقت حوالي ساعة وخمسين دقيقة حطت الطائرة التابعة للخطوط الملكية المغربية بمدرج مطار الحسن الأول بالعيون وعلى متنها ستة وتسعون راكبا قبل أن تشرع في إركاب المسافرين في اتجاه مطار الرباط سلا ومن المقرر أن تنطلق رحلات الذهاب من مطار الرباط سلا على الساعة الواحدة وخمسة عشر دقيقة على أن تحط بمطار الحسن الأول بالعيون على الساعة الثالثة وعشر دقائق فيما تنطلق رحلات الأيام من العيون على الساعة الرابعة لتصل إلى الرباط على الساعة الخامسة وخمسين دقيقة